السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? ان شاء الله يربي كلكم تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعلى اهليه وصحبه اجمعين مساء الورد والفل والياسمين على اجمل اخوات في الدنيا. اهلا وسهلا بكم في قناتنا. قناتي اسمها او قناتنا اسمها يوميات سوزان في امريكا. اهلا وسهلا بكم معنا. النهاردة ان شاء الله احنا في جولة في سوبر ماركت. اه محل مكسيكاني. هنا في كانيفورنيا في سوبر ماركت امريكاني وفي عربي وفي مكسيكاني. وفي سيني. وفي طبع الفلبين والاماكن دي يعني. وطايلل وكده. فالنهاردة بقى انا ايه في السوبر ماركت دوت بشتري يا حبي الطالبات اه محتاجاها يعني. اه النهاردة الاربع انا بروح يوم الاربع. فصورتلكم الزيت والسكر والاا وكل حاجة عليها الاسعار بتاعتها. وقفل اه خلي الشاشة توقف او الفيديو يوقف وانت تشوف السعر. عشان طبعا مش هفتكر كل الاسعار دي كلها. السكر اللي اخضر ده نوع من انواع السكر المكسيكاني. يعني شركة مكسيكانية. ففيه هنا عشان كانيفورنيا على الحدود. ففيه ده وفيه ده. عفوا وفيه سكر بوني. وفيه سكر ابيض وفيه سكر ضايت. اهو اللي فوق بقى اهو ده السكر الضايت. اللي هو الاصفر واللبني والبنبا. ده انواع سكر سكر ضايت. وكله ما فيش ولا حاجة بينفع. كله زي بعضه. عشان دي بس ايه اه جذوبة وبتحكوا عليكم بحاجة اسمها سكر ضايت. وهنا بقى نخش على الحتة بتاعت الديق. هي نفس الكسم اللي انا كنت فيه. هو اللي فيه الديق والرز والسكر والحاجات دي كلها. اه ده ديق دورة. كل الانواع دي انواع ديق دورة. ودوت اه اه بيكن باودر وخميرة. والبقسمات اللي بتحطها على الفراخ. ودوت ديق دورة. ده ديق دورة اللي بيدي على البسبوسة. النوع ده اللي انا بجيبه. بس في انواع ديق دورة تاني غيره. بيبالونه مبيض. لكن اللي انا واريته لكم ده اللي انا بجيبه دوت اللي هو العادي. وده ايه بقى عادي اه ديق ابيض وديق زيرو. اه اصمر ولا ايه. وده دي بيعملوا بيه الا الاكل المكسيكاني بيلفوه كده الدورة. تمالي. اسمه تمالي. بيعملوه تمالي بالدقيق ده. وده ايه انواع المكارونات. نوع المكارونات ده النوع ده الحلوة انا بجيبه. ما شاء الله بصوص الكام. اتنين ونص. وهنا بقى الالفريدو. البترامونات زي يعني. او علب. بيجبوه وتحطوها على الاكل على طول. انا كل مرة بعملكوا الجولة عند الخضار. والفواكه. فده كياس صلصة. بعملها لكم عند الخضار والفاكهة. فالمرة دي يعني اه متابعين طلبوا مني اعمل يعني اشوف الاسعار بتاعة المكارونا والزيت والحاجات دي. فانا والرز والحاجات دي. ودي اعلب صلصة. في صلصة منها مشطشطة. حرة يعني وفي صلصة عادية. كل انواع المعلبات وهو العلب الفول بتاعهم. الحاجات بتاعتهم من الان المكسيكالي. وهنا توابل اللي بتتحط على البريدو والحاجات دي. والطاكو. وملح. توابل وملح يعني. ما شاء الله المحل والفانيليا بفوق. ما شاء الله المحل كبير وفيه كل حاجة. وهنا بقى عشان تعملي بن كيك وكريب والحاجات دي. ده الدقيق يعني. الدقيق اه تشتي تعمليه يعني دي. اعمل زي دي البزبوسة كده لما بيتبع في كياس اه وانتي بتشوف التعليمات اللي مكتوبة عالكيس وبتعمليه. بقى هو برضو ده الحاجات دي كده. بقى فيه دلوقتي اه علب الكيكة. برضو ادي ايه بتاع الكيكة معمول جاهز وانتي بتشوي المكتوب ايه عليها? ده جيلي. ده جيلي وفوق كريمة. ده اللي في النص ده بدرر وتسعة عشر سنت ده جيلي مكسيكاني. انواع يعني من الجيلي المكسيكاني. والعيلة بجيلي بقى الكيكة. مكتوب عليها ازاي تستخدميها. النوع الالم ده. النوع مش الالم الا معلاءة دي. النوع دوت نوع حلو كان بجيبه يعني. كنت بجيبه زمان. دلوقتي بقى لي فترة طويلة ما بجيبوش. بس زي ما انتم شايفين وانواع الكوكي وكل دوت تقري المكونات وتشوفها تحط عليه ايه وتعجينيه بقى انتي. ان كان كيكة ولا ان كان البنكيك ولا الحاجات ديت. هنا بقى دخلنا على اللوبيا السودة. اه والعاتس والفول الحاجات بتاعتهم وروز. دي ايه انواع فصولية ولوبيا بتاعتهم. فيه اللي سود وفيه اللحمر وده عاتس بجبه الكيس الكبير ده. وروز برضو رز بتاعهم يشبه للروز بتاع مصر. بيبقى فيه نيشة. غير فيه رز امريكاني بيبقى هم مصنعين وما فيهوش نيشة. النيشة بتاعته بتبقى ليلة. اللي اسمه مستر بن دوت انا كنت بجيبه زمان. بس عرفت لقوم تصنع. وما فيهوش نيشة. وهنا الماجي بقى شربة الماجي دي انا سبحان الله. من ساعة ما جيت امريكا عمري ما طبقت بيها ولا استخدمتها في اي حاجة الحمد لله. ويا ريت الناس كلها متستخدمهاش. ودي السوبر اه او دي النودل زي انتم ما بتقولوا عليها باني النودل ولا ما عرفش بتقولوا عليها ايه. دي الشربة. الشربة اللي العيل بيجيبها وبيقرأشوها كده. ودي اه علب اه ازاز صلصة. الازاز بدت اه اه مش شط شطة قوي. الازازة صغيرة. ويدو بتحطيها على قد لطبخة. بس بتبقى مولعة نار. كل الحاجات دي كلها. ودي ديت برضو بقيت السلصة بقيت الشربة. وهنا كياس مكرونة بس كياس غنونة. الكيس يعني نصي باون. الحاجات دي كلها الميزان ده كله باون. اللي هو الرطل بتاع زمان. وانا بقى عنواع الاسماك. انا بجيب منهم الخضار وبجيب من عندهم خضار. وبجيب من عندهم اسماك لكن ما جبتش من عندهم لحوم اللحمة بتاعتهم الله اعلم حلوة وحشة ما جبتاش من عندهم. بجيب السمك. ده سبك التلابية في ليه اللي هو السمك البلتي. ودي الفراخة ايه. دي الفراخة صحيحة على بعدها. وفوق بقى ايه متقطع. ليه الرموانة لوحدها و الجنيحة لوحدها والوراكل وحدها. والسدر لوحده وفيه السدر اللي هو الفيليه وفيه اللي هو السدر اللي فيه جلد وعضل. يعني كله هتلاقيه موجود. ادي الوراكة ايه? وادي السدور ايه? كل بقى الطبع بيبقى محطوط موزون ومحطوط عليه السعر بتاعه. والوزن بتاعه. هو السعر قد ايه والوزن قد ايه? بس انا عشان ما بشتريتش ما وردكوش حاجة. انا بشتري بس زي ما قلت لكم الاسماك. من اللمحلات ديت. لكن ما بشتريش ولا لحمة ولا فراخ من هناك. الحاجات ديت بقى الحاجات دي بورك. اللي ايه الخنزير انا حبيتها ورها لكم عشان اللي ايه اللي لسه انا جاي امريكا ومش عارفة يعرف شكلها. كل الحاجات دي والمشتقات طبع الخنزير. هنا بقى لحمة. دي لحمة عادية. بس طبعا مش مطبوحة حلال. عشان محدش يقولي دي مش حلال. انا قلت لكم ايه مش مطبوحة حلال. بس دي لحمة يعني. اللي قاوز يجيبها. والتلاتة المشاكلين دول بيبقى خنزير. فخلي بالكم ما اتجبوهاش. بيبقى فيها حتة فيها خنزير. ده برضو اللحمة على حسب النوع الحتة المتقطعة وعلى حسب الوزن بتاعها وعلى حسب سعرها. والهنا كل حاجة بديبقى بالرطل. الرطل اللي هو نص كيلو او قلي من نص كيلو. هنا بقى الجنيحة المشطشاطة. والهي الفراخ اللي معمولة جاهزة وانت تحمريها والكورنين بيف والحاجات دي كلها. ودوت بقى جبن. وجبنا هي مزوريلا مبشورة ومحطوطة وجبن حتة الجبن عادية. ودي جبن انواع من انواع الجبنة المكسيكاني اللي هي الجبنة البيضة دي. انا كنت باشتري اللي هي الجبنة مش فاكرة اسمايا. والله مش فاكرة يا اسمايا. كنت بجيبها بس ما كنتش يعني جبتها كده فترة وبعد كده ما بقيتش اجيبها. اه ما بتوعوتش. بتبوز على طول. فعاوزت اكليها ما تكملش اسبوع يعني عندك. لكن اللي انا باشتريها من المحل العربي. ادي المحل اهو باورهو لكم. اه ودي هنا عند التلاجة بقى لقى طلاجة العرض. اللي فيها الحاجات الليل فريش او ليل سايبة. وهم بيتاخذي رقم وبتقفيه ويندهو عليكي وبتشتري اللي انت عاوزين. انا كنت رقم 18. اشتريت سمك. اشتريت سمك من سمك الفلي دوت. وهنا العلب دي فيها جنباري. هنا بقى دخلنا على ايه الحلويات? الكيكة والطورت والحاجات دي. وفي عندهم اللي ايه الكيكة السريريتشي اللي ايه المكسيكانية. معرفش هما بقولوا عليها في مصر دي تركية. اسمها السريريتشي. يعني تلاتة انواع لبن. اللي هي دي اهيت. هي دي اللي انا بحب اجيبها. اللي هي تحت. اللي انا بقول لكم عليها اللي معمولة محطوطة تحت. لكن دي حاجات طرط عادية. كل اللي تحت دي ومشاء الله شكلهم جميل. بس انا مشتريتش علشان ايه? مش عاوزين ندخن. دي بقى الحاجات اللي فوق دي بتتبع بالكتعة. مش بالواحدة. مش عارفة ايه ليه يعمل زي الشندويتش دي. كل الحاجات دي الاطفال بقى تحب تتفرج عليها. وهنا هو. الالوان الخضرة والالوان الحامرة. حاجات ما شو الله شكلها جميل. حاجات جميلة جدا وشكلها حلو. حاجات بتفتح النفس كده. هادي بيوريكم اه التلاجة من على بعض. عشان تشوفوها كلها يعني. شكلهم حلوين وهنا بقى هنخش على ايه? على الخضار. ده خلي ده اللي انا مشتري اياه. لقيت الخلي محدود فاشتريت خل. هادي انواق التفاح احمر وتنفاح اصفر وتفاح وكمترة. كمترة دي سنية افتكر والكمترة دي مش عارفة منين. اه يعني كل انواع لكم مترة دي من اه من اماكن مختلفة. وده برطان ولمون وستفان دي. ودي بقى البابايا. البابايا دي انا مرة قلت لكم على اللي هي سينية لأ هي مكسيكانية. هي طبعا مكسيك يعني. واجي القوطة اهي? واجي الموز. وده جريب فروت. جريب فروت. واللي جنبي ده اتخوخ. وده التين الشوكي اهو بيتباع الاربع بدرر. زي ما قلتلكو بالواحدة. بيتباع بالواحدة مش بالوزن. وده برضو الاناناس بيتباع برضو بالواحدة. وده استفان دي بيتباع بالباون. في حاجات بتتباع والشمام والجندلوب يتبع بالباون واللمون اللمون الاتنين باون بدورر وده المنجا الاتنين بدورر برضو المنجا هنا بتتبع بالواحدة ما بتتبعش بالميزان والخيار برضو بيتبع بالواحدة الخيار بتاعهم ده التفاحة هو والاسعار بتاعته الخيار العربي بتاعنا بيتبع بالميزان ما بيتبعش بالواحدة الخيار الامريكان الكبير هو اللي بيتبع بالواحدة اه سبحان الله اول مرة روح المحل وملاقيهوش فيه بصل ماعرفش ايه الحكاية ملقيتش ولا بصلايا لقيت بس البصل الاحمر لما البصل العادي مش موجود وده اللمون اللمون دوت برضو بيتبع بالميزان وده التلاجة بقى اللي فيها الخضار بانجر على سبانخ على جازر على ارنبيت وكرومب وسيريري وبصل اخضر ادي الكرومبا وبصوا الكرومباية قدي ايه والاحمر اللي فوق ده ده الكرومبا بيتحط على السلطة لما اللي تحت هو ده اللي احنا بنجيبه بنحشيه والكوسة لقيتها ما شاء الله كل واحدة واحدة قدي كده الفلفل الرومي ما عرفش ايه اللي جراله مكتوب عليه تلاتة دورر بس ما خدتش بالي الواحدة ولا النص كيلو اللي هو الرطل ما خدتش بالي من المكتوب التلاتة دي بقى تلاجة هنا بتاخدي رقم برضو عشان بدلا ما تقفي طبور بتاخدي الرقم وهما يندهوا عليك بالرقم والتشري بعديه جبن وصور كريم وكريمة مكسيكاني ومخلل وحاجات زي كده والتلاجة التانية اللي فيها اللحمة وفيها السمك او فيه جنيه هاي المشطشاطة ادي التلاجة من هنا بتبدأ بتاعت اللحمة بس انا ما صورتهاش كلها يعني عشان كان فيه ناس واقفة الحتة الفاضية دي لما اترحى البصل ادي القوطة ايه ودي البصل الاحمر اللي بقولكو عليه ملقيتش بصل كنت عاوز اشتري حبة بس ملقيتش هنا بقى الفراولة والعنب والتشري وجرجير وحاجات زي كده ده الجرجير يعني الورقة ادعو لتصباك معرفش ليه اهو كنت اشتريه لقيت الورقة بصو قد ايه هو ده الجرجير اللي انا مسكيه فمرضيتش اشتري عاوزة بصو على جرجير ملقيتش اللي هو البيب الصغير ده